السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناة Good Twins طبعا اليوم إن شاء الله حابب أتكلم عن شغلات يعني أساس شغلك على Blue Jar أو على المواقع يا ابن عم سرعة الموقع يعني خليني عمليين أنا هجيت زئر جيتوا دخلت موقعك تمام وفتح الموقع تبعك عندي مثلا بعد 30 أو 15 ثانية هل بتتوقع أنت أنه أنا هضلي موجود في الموقع تبعك هل بتتوقع أنه أنت هتربح من خلالي بالطبع 100% بأجزم لك لا لازم موقعك يكون سريع طبعا يا جماعة أنا موضوعين مفرد يكون عن لسيو لكن أنا أجلت موضوع لسيو لأنه مهم جدا يكون عند مشتركين في القناة طبعا 600 مشترك لسه ما هو كافي العدد على أساس يعني أحل موضوع لسيو كامل بالنسبة لمواقع Blue Jar طبعا حوصل نسبة النجاح في المواضيع هذه لنسبة 99% وعلى ضمنة الإشهاد اليوم أنا حابب أتكلام إن شاء الله عن موضوع سرعة الموقع سرعة الموقع مهمة جدا أيا كان نوع القالب مش إشكال المهم تفهم أنت كيف تتعامل مع هيك إشي طيب إحنا خلينا نبلش على الضول ومن دون هالمبدئيات هذه على أساس نفهم السيستيم كيف ماشي خلونا نقول بسم الله ونتوكل على الله هل وجد الجماعة زي ما أنتوا شايفين أنا ثبتت الأداة هادي هان على سطح المكتب عملت لها إضافة اسمها بيج سبيد أو هادي الأداة بالظبط هي تابعة لشركة جوجل تمام؟ تابعة لشركة بيج سبيد انسايت أو انسايت اس هادي يعني بتفحص لك الموقع تبعها جديش سرعته بالظبط يعني على سبيل المثال مثلا خليني أنا آجي أضيف اللي هو الموقع تبعي واعمل تحليل إلو شوف لي جديش السرعة تبعة الموقع هل هي كويسة ولا لا هل الناس لما بدخلوا الموقع تبعي بيعانوا بدعوا علي ولا بدعوا إلي طبعا خلينا احنا نفحصها ونشوف اشي اللازم زي ما أنتوا شايفين يا جماعة طبعا أنا عملت فحص للموقع ما يقول لي هنا خلينا نضغط على علامة الجوال بالأول بقول لي سرعة الموقع تبعك 44% خلينا نضغط على سطح المكتب بقول لي هنا 75% يعني على الجوال أجل من 50% هيك بقول لي أصلا خطر اللون مدينية باللون الأحمر يعني الناس لما تدخل الموقع تبعي أكيد بيعانوا أكيد في مشاكل وغيره كمان يعني لو إجيت فحصة أنا كمان من الجوجل كونسول حيديني في الإحصاءات أنه في مشكلة في الموقع طب أنا كي بدي أسرع الموقع تبعي ليش هيك بطيء أنا يعني اشتريت في قالب سيو بلاس قالب سيو بلاس المدفوع أنا بفهم أنه ممتاز وسريع المفروض هل أنا أدعي على الزلمة صاحب القالب هاد ولا أدعي على نفسي بالزبط ولا إيش السيستم كي بدي يمشي مين السبب يا جماعة السبب مش في القالب القالب يعني مفهوم هو هيك قالب مدفوع القالب ما إلو أي علاقة العلاقة كلها في الأكواد أنت إيش اللي بتحطه عندك في القالب يعني مثلا صفحة الفيس هل صفحة الفيس إيش كويس أنت تضيفه هل أنت أصلا هيك هيك محتاجها طب أنت هيك ضيف الرابط أصلا في وسائل التواصل الاجتماعي لا إيش تضيف الصفحة تبع تلفيس غيرك كمان في كتير أكواد أنت بتكون مش لازمك وتلاقي حالك ضيفها خلينا إحنا 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 جيت شوفنا سرعة هان جديش أربعة وأربعين في المية وهنا خمسة وسبعين في المية بدنا نطبق بشكل عملي طبعا يا جماعة أنا متأكد مليون في المية يعني أنه سرعة الموقع عندي سيئة جدا والسبب أو الدليل اللي عندي اللي هو كمان الأرباح تبعتي سيئة طبعا اللهم صالح لسيدنا محمد اللهم ما لحظت لكن يعني مش هو المبلغ اللي أنا كنت متخيله أو متوقعه أو حطه جدام عيني فيه شغلات لازم أصلحها عندي في المدونة على أساس أطلع أكتر من هيك طيب في البداية خلينا نختار المدونة تبعيتنا اللي هو اسمها جوجل توينز تمام بدنا ندخل عليها بالشكل هذا ونشوف أشي اللازم خلينا نغلقها الصفحة اللي جاب اللي فتحناها هادي تمام هل وجد يا ابن عم يا حبيبي جسة الأكواد ممنوع تكون زيادة عن اللازم إذا في عندك أكواد مائل هائية جيمة بدك تشيلها أنا بالنسبة إلي يعني لو إجي اضغطت على الثلاث نقاط هدولة نزلي شوي لتحت على التنسيق بالشكل هذا اضغط خليها تفتح معك أنا يطرق إيش البلاوي الموجودة عندي هان وخلت سرعة المدونة عندي بطيئة خلينا أعمل أول إشعارت للمدونة شوف شكلها كيف طلعوا كيف فتحت معي على سيئة جوال خلينا أقول أخذت ست ثواني أو ثمان ثواني طيب انزل يا نهر أبيض شايفيني شو كمان هدول ما فتحوش مية في المية طيب خلينا أعمل عرض سطح مكتب زي ما أنتوا شايفين بالظبط المهم أعملت عرض سطح مكتب طلعوا كيف فتحت معي يا الله ولكو إيش هاد إيش هالأقسام والأشكال هادي اللي أنا أعملها لإيش عملها بالشكل هاد ليش شكل إيش بيظهر معي لو أنتوا لحظتوا السليدرات والشغلات هادي اللي أنا ضيفة كلها ما إلها جيمة هي بتدي شكل للموقع حلوة بس مش معنى إنه بتدي شكل إنه خلص أنت التوب طبعا لو أنتوا كمان لحظتوا في الصور موجودة قصة الصور هي الخلل هادي في الـ DNS من شركة جوجل مش مني أنا لكن أنتوا لو طلعتوا كويس الأشكال اللي جاي طلعوا وانت وين جاي كلام فيها كلام الكلام اللي هان الشكل هاد اللي أنا أعملو مش لازم ملهوش قيمة ملهوش معنى أنت هيك بس بتضيع بتضيع وقت على الفاضي أو بتأخر من تحميل الصفحة طيب إحنا إيش اللي بدنا نعملو هالوقت هان أنا فتحت هان لعدادات خليني أحول كمان هان سطح مكتب ممتاز يا ابن عم الأقسام اللي أنت عملها حاول مش تزيلها الرموز بالإدرات اللي أنت عملها هادي ملهاش قيمة يعني مثلا أنا بدي أجي أنزل هان زي ما أنتوا شايفين هان في عندي كلمة شدات باب جي ما فيش داعي يعني أحط كلمة سلايد فور هادي وأعمل شكل لأنه هيك هيك أنا متأكد أنه هياخد من سرعة موقعي عشان هيك بدي أجي للسلايد هادا اللي أنا ضفته يا جماعة زي ما أنتوا شايفين بدي أزيل هادي الازيادات كلها هيدا خلص هاي كلمة سلايد زلتها تمام؟ بدي أجي أعلم على كلمة حفز بالشكل هاد طيب مين كمان عندي هاي هدول الأقسام اللي هان لأنا ضيفهم قيم لي العلامات كلها اللي فيهم مش لازمة طبعا بدي أزيلهم كلهم على أساس نجرب عندنا كمان سرعة الموقع ونشوف كيف بدي يكون معنا طبعا هيك تماما جماعة أنا زلت كل إشي مية في المية في ملحوظة تانية أنا كمان بدي أنوه إلها وهي ميزة إقرأ أيضا كلمة إقرأ أيضا هادي ما إلها إيا جيمة هيك هيك أنت أصلا في الموقع تبعك الناس لما تدخل المقال في آخر المقال موجود عندك قسم اسمه آخر المشاركات بيعرض فيه شوية مقالات فإنت لقايش تضيفها ميزة إقرأ أيضا ما إلها إيا جيمة يا عام أنت بتعذب حالك على الفاضي أنت لو دخلت المواقع الضخمة زي اليوم السابع مش هتلاقي الميزة هادي موجودة فبلاش تحطها لأنه هيك هيك هتخد من سرعة الموقع أكيد لأنه هيك هيك أكواد أنا من جهتي ما بدي إياها طيب تمام زلت أنا الاسلايدرات والجيسة السادي كلها طيب إيش في كمان شغلات ممكن تبطئ عندي المدونة يا ابن عم أنا اتوصلت مع شركة جوجل تمام اتوصلت معهم أسألته بالنسبة للإعلانات لو جمت شفرة معينة هل إن بينفع أجيمها ولا لا طبعا هو أكد لها الإشهاد عشان أنا أوصل الصورة بشكل صح طبعا قبل ما أن نشتغل هان خلينا ندخل على إعلانات الأدسنز بدي أجي أدخل على حسابي في الأدسنز ونشوفها الشغلة طبعا يا جماعة لما دخلنا على إعلانات الأدسنز لو أنتو لاحظتوا كوي السلجيت فيه هان كلمة الحصول على الرمز الرمز هذا أنت لما بتحصل عليه وتعمله نسخ بتطلع وتنسخه في الـ HTML تمام؟ طبعا المدونة الرمز هذا أنت يا ابن عم بتنسخه وبتحطه في المدونة لو أنت لاحظت في الرمز هذا فيه هيك هيك موجود كود اسمه كود جافا سي كريبت تمام؟ هذا الكود هو اللي بيرفع لك الإعلانات أو بحملها بشكل صح على المدونة عشان هيك بنازم تضيفه بشكل صح لغات لكن في عندك حسب الوحدات الإعلانية اللي هو الأكواد اللي أنت بتعملها زي الأعلانات الصورية الأعلانات ضمن الخلاصة داخل المقال المحتوى المطابق الشغلات هادي هادي الأعلانات أنت اللي بتعملها تمام؟ برته بتنسخ الكود وبتطلع تحطه في التنسيق وفي مكانه الصح في ملف له جافا سي كريبت طيب احنا هيك تفهمنا شو قصة الإعلانات خلينا نغلقها وندخل تاني على المدونة عشان نفهمت شو اللي بدنا نطبقه صح ادخل لي يا عم على جوجل توينز هنا دخلنا بالشكل هذا تمام؟ بنيجي بندخل على التنسيق هالوقت يا جماعة احنا فهمنا أنه موجود في جافا كود جافا سيكرت في الاتش تي أم أل في القالب نفسه طيب خلينا ندخل على الإعلانات اللي احنا بقينا نعملها ونضيفها زي مثلا الإعلان الأساسي اللي فوق الأعلى الصفحة لو اجي اضغطت هنا تمام؟ هاي الإعلان هذا الإعلان أنا عامله وحطيته مفيش داعي خلي الكود هذا طيب بصوا الكود اللي بدأ أنسخه من البداية من كلمة سيكريبت لحديد النهاية لهو كلمة سيكريبت التانية هذا بدي أعمله حزف بالشكل هذا وخلاص سيدا أطلعه لفوق وأضغط علامة صح هيك تحفظ ليا هيك الإعلان حتى لما بدي يظهر رحيش حتى أو ياخد الكود تبعا جافا سيكريبت من الإعلان من الكود أصلا الموجود في الاتش تي أم أل فأنا ضيف جافا سيكريبت تزياد عن اللازم ما إلو أي داعي هيك بأخر بس بوقت تحميل الصفحة هذا هو اللي بدأ أواصله كل الإعلانات الموجودة عندك بدك تعملها نفس السيستم بالزبط يعني أنا في عندي كمان إعلان هان خلاص بدي أزيله طيب والملحوظة الثانية كمان ما تكترش إعلانات أدسنس يعني إعلانين ثلاثة هيك بكفه وزيادة لأنه هيك في عندك إنت أصلا الأعلانات التلقائية ما فيش داعي يعني إنك تزود وسطة الصرع كيف أتمنى تكونوا فهمتوا هذه الشغلة لأنه والله هي عامل مهمة بقى أنا ما بديش تدرح عليك أنا بدي تستفيدوا في نفس الوجه يعني تخلي مدونتك بنفس الصرعة تبعيتها اللي إحنا اتفاجنا عليها بالشكل هات هيك تمام باجي بقى أضغط حفز طيب تمام يا جماعة هلوقت أنا ضغطت الأعلانات وعملت كل إشي تمام الله يعطيني ألف ألف عافية طبعا هيك جماعة أنا بكون يعني تخلصت من الأكواد لزيادة وأتمنى يعني تكون الصرعة وصلت مية في المية وفيك أنت يعني تعيد عملية الفحص ثاني وحتلاقي في فرق شاسع تمام من ناحية سرعة المدونة طبعا هيك جيت أنا في تركيزي حابب أعمل إن شاء الله فيديو عن موضوع الصور كيف نحط صح داخل المقال وفي نفس الوقت يعني كيف نخلي الصورة أو الصور كلهم بنفس ما جاء سوى هو من دون ما نستخدم أكواد في الـ HTML والقصص هادي لأنه شغلة تافى للأمانة هادي يعني لو بدأ أستخدم كود معين وأخلي كل الصور بنفس الحجم هو هو أو بنفس الوزن صعب لا بخرب الموقع مش في يعني بخلي صح فأنا هتكلم عن الصورة الصحية إن شاء الله أتمنى طبعا الصورة تكون وسطة لكم بالنسبة للحلقة هادي ولا تنسوا طبعا اشتراك في القناة وتفعلوا سر التراث والله يعطيك ألف ألف عافية السلام عليكم